السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوة الايمان والاسلام تحياتي القلبية لحضراتكم والحقيقة انه من ساعة ما كتبت المقالة بتاع انه سيدنا ابا بكر لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار انا عارف ولا هاجر معايا كمان الى المدينة انا عارف انه المسلمين مش متعودين يتدبروا القرآن انا عارف ان المسلمين ما بيحبوش يتدبروا القرآن بيهملوا القرآن المسلمين عايزين حواديث وعايزين احاديث وفلان قال وعلان قال وعن فلان انه قال وهو ده اللي عجبهم في الدين وعشان كده بقينا في ديل الامم لان ربنا سبحانه وتعالى مش راضي ففي ناس كلمتني وقالتلي ده فيه الرسول عليه الصلاة والسلام سافر مع أبو بكر وكانوا في الغار وسافروا إلى المدينة المنورة طب شوف بقى أما نمسك الأحاديث أدم مش عجبكم القرآن أبو بكر البخاري ده تولد سنة 194 هجرية يعني بعد 184 سنة من وفاة سيدنا الحبيب بن مصطفى صلى الله عليه وسلم يعني يقول كمان خد له 30 سنة عشان يقلف كتابه ده يعني بعدها بـ 200 وشوية 210-215 سنة بعد 215 سنة بيكت حديث عن الهجرة النبوية ويقول فيها أنه سيدنا أبو بكر كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الغار وبيقوله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرأينا يوم سيدنا النبي يقول له ما بالك باثنين الله سالسهما يقول له ما بالك باثنين الله سالسهما مش كده طب هل كان القرآن ساعتها مش موجود علشان يقول له ما بالك باثنين الله سالسهما إذا كان القرآن موجوده بيقول إلا تنصروه فقد نصره الله إذا يقوله لصاحبي لا تحزن إن الله معنا قال له خمس كلمات لا تحزن إن الله معنا خمس كلماتهم رح مبدلهم بإيه بقى بعد امتين وتلاتين سنة مش عجبهم القرآن طبعا قالوا إيه ما بالك باثنين الله سالسهما خمس كلمات برضو دول خمسة ودول خمسة وقرآن موجود بيبدلوه بعد امتين وتلاتين سنة يعني كان ممكن قوي البخاري ينقل الكلام اللي بيقوله ربنا لو كان حتى أبو بكر هو اللي موجود يعني في الغار ماشي إنما لازم نغير القرآن لازم نعبس بالقرآن يعني بخاري مش بخاري إحنا لازم نعبس بالقرآن ونعتمد العبس ولا نعتمد القرآن يعني بيقوله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرأينا وفي حديث تاني اسم بيقول فيه لو رفع أحدهم قدمه لرأينا ماشي مش مشكلة دي هذا الكلام يصح يصح بعد امتين وتلاتين سنة إن أنا غير لا تحزن إن الله معنى موجودة في القرآن لغيرها بقول ما بالك باثنين الله وسالسهما ويطلع أبو بكر ما يطلعش يا ابن قريقة الدليل الكافر يعني مش عب برضو الكلام ده مش حرام أصلا مش طمس القرآن مش غلط شايفين إنه مفيش حاجة على قلبك ومراوح بالنسبة للقرآن مش مهم نهمله ثم نجد أن البخاري برضو بيقول إن ابن عمر بيقول إنه سالم كان يا أم المسلمين قبل النبي ما ييجي قبل النبي ما ييجي ويهاجر من مكة للمدينة كان بيأم المسلمين ومن ضمن المسلمين المأمومين أبو بكر وعمر يبقى أبو بكر هاجر قبل النبي ده مين ده البخاري برضو ده مين البخاري برضو عشان عشان الناس اللي بتحب البخاري وما ييتف دباديبه وفضيل الشيخ الأزر يقول لك البخاري من مقدسات الكبرى خذ يا سيدة المقدسات الكبرى بتاعتك هذه المقدسات الكبرى مقدسات الكبرى بتقول ما بقى لك بسنين الله وصل السموة وإن أبو بكر مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والمقدسات الكبرى برضو بتقول إنه أبو بكر هاجر قبل النبي وكان بيصلي وراء سالم مولى أبي حزيف مبسوطين والبخاري برضو اللي هو المقدسات الكبرى ما بيجابش سيرة الخمس كلمات اللي في القرآن لا تحزن إن الله معنا ويجيب خمس كلمات تانية ما بالك باثنين الله سالسهما ممكن نعمل كده يعني ويبقى ما فيش حاجة إنما إحنا بقى لو عملنا حرف من ذلك إنما البخاري يعمل الكلام ده يبقى دحل وحلو وجميل وهو أنا عارف إن ده مش البخاري أصلا ولا يعرف حاجة عن الكلام ده بس اللي محزني إن ناس واخد دكتوراه في البخاري واللي عيط وقول لك والله ده ما فيه ولا حديث ضعيف في البخاري طيب يا سيد المشكلة بقى إن الحديث بتاع ما بالك باثنين الله سالسهما ده متفق عليه يعني رتبته أنتوا عارفين الحديث لها رتب حديث حسن حديث حسن صحيح وحديث صحيح وحديث كده يعني فيه فده بقى متفق عليه أنتوا بقى بتتفقوا ضد القرآن يعني ينفع أصلا تتفقوا على كلام وتقولوا ما بالك باثنين الله سالسهما والربنا بيقول لا تحزن إن الله معنا وربنا رفض أصلا حكابتها حتى إن الله معنا دي من النبي قال له لا أنا مش معاك وأنا معاك إنت بس ليه الدليل إيه فأنزل الله سكيناته عليه أنزل الله سكيناته على مين على الرسول بس وأياده بس بجنود اللي أمتراوها ما فيش حمام ولا يمام ولا عنكبوت ولا كلام محدش شاف حاجة خالص بجنود اللي أمتراها محدش شاف للي موجودين ولا اللي جايين بعد كده بجنود اللي أمتراوها وجعل كلمة الذين كفروا السفلة وكلمة الله هي العليا يعني محدش الجنود اللي محدش شافها دي يعني فزع أصاب الكافرين يعني وهن أصاب عزمتهم في أنهم يكملوا مشوار أيا كان بجنود اللي أمتراوها يعني ربنا سبحث عنه ممكن ينزل السكينة على ناس وممكن ينزل الفزع والقلق على ناس فالرجل اللي كان مع سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فضل حزين يعني الرسول السلام قال له لا تحزن هو فضل حزين لأن السكينة نزلت على الرسول بس تفتكروا أبو بكر كده يعني يعني ده ظنكه في أبو بكر علشان خطط تطلعه البخاري سليم يعني نفسي نفسي ياريت تحسوا بالقرآن شوية ياريت تقووا شوية إيمانكم بالقرآن ياريت تتدبروا القرآن ياريت تفهموا أن القرآن هو الرسالة وهو الرسول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنتوا بتحب النبي النبي من غير القرآن ما هوش رسول ولا نبي ولا يحاكم فالقرآن ده مهم قوي يبقى إذا ما نخلفوش وما نقولش بقى ما يبقى له كبسنين وكان أبو بكر معاه ثم إن أحمد بن حمل بقى قال في مسنده في مسند أهل البيت إنه أبو بكر كان موجود فين كان موجود في مكة لما النبي هاجر ودخل على سيدنا علي بن أبي طالب كان فاكره إنه هو النبي لا نايم مكانه لا أدا علي بن أبي طالب قال له ده سيدنا محمد ميش طب يعني يا ابن حنبل هو النبي ميش صحيح ولا أبو خاري ما موجود أبو بكر ولا أبو خاري النبي ميش معاه أبو بكر ولا أبو خاري النبي ميش من غير أبو بكر وكان أبو بكر في المدينة طب قولوا لأبو بكر فين بالضبط أبو بكر في المدينة زي ما بقول البخاري على لسان ابن عمر ولا أبو بكر في مكة في الغار على لسان البخاري ومسلم ومتفق عليه ولا البخاري على لسان ابن حنبل موجود في مكة والنبي ساب ومشي هي دي الأحاديث هو دي المشكلة أنه كانوا زي ما بيخطوا عقليات غير عقليات نحن وكانش الناس عندها الأجهزة اللي عندنا عشان نقارن بين الأقوال وبعضها يبقى إذن نتقل الله بقى ونتبه للقرآن أقولوا قولي هذا واسغف الله لي ولكم